بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبايب طلبة وطلبات الصف الربح النهاردة ان شاء الله هنحل تدريبات الدرس التاني من الوحدة الرابعة طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل فيديو شرح للدرس والفيديو اللي بعده على طول بيكون حل تدريبات لاني بلاقي ناس كتبلي في التعليقات عاوزين حل تدريبات الدرس الفلين كل الفيديوهات محطوطة مرتبة في قوائم التشغيل في القناة هتلاقي قائم التشغيل مكتوب عليها الصف الرابع فيها الفيديوهات مرتبة بفضل الله فيديو شرح والوراء على طول فيديو حل التدريبات اتمنى تكون فيديوهاتي بتفتكوا اتمنى تكونوا بتتابعوا معايا وبتذكروا اول بول وزي ما قلت قبل كده اهم حاجة حفظ الكلمات اول بول عشان ما تتكومش عليكم تمام كده ونبدأ الفيديو بسم الله طبعا انا في صفحة 166 اول سؤال عندنا عبارة عن محادثة زي ما احنا متعودين في حل التدريبات العادية انما لو حل امتحان بيبدأ بالليسنينج اللي هو الاستماع طيب احنا شرحنا ايه في الدرس التاني شرحنا ال public places الاماكن العامة وحروف جر المكان مهمة جدا جدا تمام اتمنى تكونوا حفظتوها طيب اتمنى تعملون لايك للفيديو قبل ما نبدأ عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد المحادثة قلت قبل كده اول حاجة قبل ما نحل بنقراها كلها من اول للاخر وطبعا بنعرف هي بين مين ومين وموضوحها عبارة عن ايه قبل ما نحل وطبعا بنشوف بنقرأ الكلمات اللي فوق الاول برضو between apartment live village between يعني بين apartment شقة live يعيش village يعني قرية تعالوا لما نقرأ المحادثة هي بين ميسيز ايمان وبين زين طيب ميسيز ايمان بتسأل زين where دا يعني اين where do you زين في الاخره يعني يا زين بتكلم زين بتقول له where do you ايه فقال لها in a next to the nail بجوار النيل do you live in an an بتيجي قبل الكلمات اللي بتبدأ بحرفه متحرك معنى كده ان انا هاخد من هنا كلمة بتبدأ بحرفه متحرك اللي هي apartment تمام كده or house I live in a house is your house the blue one هل منزلك او بيتك هو الازرق قال لها yes it is نقط زي له house and the brown house تمام هاكده هيبقى معناها او يقصد هنا ان هو موجود بين البيت الاصفر والبيت البني نحل مع بعض اين تعيش where do you live يبقى نحط live هنا طيب I live in a house is your house the blue one yes it is between هي الكلمة اللي فضله وطبعا معنى الجملة كده هو بين المنزل الاصفر والمنزل البني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تعالوا معايا على التمرين اللي بعد كده تمرين الماتش حفظينه عمود A عمود B بنقرأ كل عمود لوحده وزي ما تعودنا عمود ايه ببقى فيه اربعة عمود B فيه خمسة معنى كده ان عمود B فيه واحدة مش هحتاج تعالوا نقرأ عمود ايه مع بعض كده الاول the tent is next الخيمة بجوار next ده يبقى وانا مغمض اياخد حاجة بتبدأ بتوب the trees are in front اه in front حرف الجريبك بعدها ايه off we buy food بنشتري الطعام منين the shopping mall مركز التسوق او المول بتاع التسوق is A تعالوا بقى نشوف العمود B add the supermarket between the park and the office of our house where I learn learn دي يعني ايه يتعلم to the car طب تعالوا معايا number one الخيمة بجوار اه بجوار العربية خلوا بالكتوه عشان نكست يبقى وانا مغمض to يبقى ايه هتبقى هنا the trees are in front of our house يبقى سيه هتبقى هنا three we buy food بنشتري الطعام منين add the supermarket يبقى ايه هتبقى وصلاة three the shopping mall is يبقى between تمام كده يبقى ايه الجزء اللي زيد عندي هنا مش محتاجه النقطة اللي زيد عندي where I learn مش محتاجاها وهتبقى الايجابة بتاعتي بالشكل ده التمرين اللي بعد كده choose طبعا ها بدينا الجملة نقصة وبطبعا بدينا ثلاث اختيارات بناء على حفظنا للكلمات وفهمنا للدرس بنحل we send letters احنا بنرسل الخطابات send دي يعني يرسل اللي مش عارفها يعرفها يا جماعة send اهم حاجة حفظ الكلمات we send letters add the بنرسل الخطابات فين post office طيب تمام اي اي تو دي محادسة قصيرة بين شخصين ايه و بي ايه بيقوله نقط is the hospital وده سؤال خلي بالكوا علامة استفهمها قال له it's behind the park behind دي يعني ايه خلف خلف الحديقة يبقى هو بيسأل عن المستشفى فين يبقى انهي انهي كلمة في دول معناها اين where طبعا تمام كده i buy closes and choose add the بشتري الهدوم والأحزيم منين shopping mall تمام hospital دي يعني مستشفى و office يعني مكتب بالشكل ده تمام كده طيب نشوف بقية السؤال number four my sister is sick أختي مريضة sick she is going to ايه بتروح فين hospital تمام طبعا الميزيم دي يعني ايه مدحف school مدرسة انا هاختار hospital زيرز يعني يوجد اكات نقط that share between ما ينفعش لان between دي يعني بين لازم يكون جايب لي مكان ومكان واحط بينهم between يعني حاجة موجودة بين مكانين next ما تنفعش عشان ما فيش to يبقى هاخد ايه on بالشكل ده كده السؤال اللي بعد كده سؤال جميل جدا عبارة عن صورة وتحت كل صورة جملة نقصة كلمة بكمل الكلمة بناء علنة شايفه في الصورة number one there is يوجد a plant نبات نقط the armchair armchair دي يعني كرسي دي سندة من النحية دي والنحية دي او زراع من النحية دي والنحية دي اسمه armchair تمام كده طيب هنا النبات على الكرسي على طول يبقى on احنا اتفقنا قبل كده ايه الفرق بين on و above on يعني على ملامس للشيء انما above يعني اعلى بس مش ملامس ليه بكتب هنا on بالشكل ده number two my dad works in an والدي بيعمل في ايه an حرف يبان عايزة كلمة بتبدأ بحرف متحرك طبعا مش اللي هي مكتب office بالشكل ده تعالوا معي number three the car is not up to the bus اه جيب لي two يبقى انا مغمط برضو next اهي بالشكل ده next الجملة الرابعة i can learn انا استطيع انا اتعلم في المدرسة school تمام طيب تعالوا معي اخر سؤال عبارة عن ترتيب وقلتلكوا سؤال الترتيب ده مهم جدا محتاجاكم تركيزوا معي فيه كل مرة كل مرة بشرح ازاي نرتب تمام لاني عارفة ان هو يعتبر من يعني من الاسئلة اللي عاوزة تركيز قوي اول جملة طبعا احنا متعودين وعارفين منبدأ بالكلمة اللي تحتها خط طيب بعد ما اشوفوا الكلمة اللي تحتها خط بفكر ايه اللي هيبقى بعديها zeros يعني يوجد تمام يوجد يوجد ايه يوجد ايه بقى انا عايزة اسمه مفرد تمام بس ما ينفعش اقول zeros the super market لا انا عايزة اسم قبلي ايه zeros a يبقى zeros a shopping mall يوجد مركز تسوق خلف السوبر ماركت يبقى zeros a shopping mall behind the super market بالشكل ده zeros a shopping mall behind the super market الجملة التانية ده عبارة عن سؤال عشان بادئ بwhere اين واتفقنا قبل كده كلمة الاستفهام بجيب بعدها هي اما do او does او did لو ما فيش do او does او did ببص على فعلي يكون اه هنا فعلي يكون يبقى هاخده بعد وير على طول يبقى where is the post office اين يوجد مكتب البريد اهو يا حبابي where is the post office تمام طيب number three next school the hospital to is the زي هبدأ ب the hospital اسم معنى كده انا عايز ابقى دي فعلي على طول فين الفعلي هنا is يبقى the hospital is عايز يقول بجوار المدرسة next to the school يبقى the hospital is next to the school الشكل ده the hospital is next to the school number four وي بدأنا بوي بنا عايزة بعدها فعل اسم بدأت باسم اوضمير بنا عايزة بعدها فعل على طول فين الفعل هنا buy يبقى we buy بنشتري ايه food at the super market بالشكل ده we buy food at the super market حبابي بكده نكون خلصنا حل تدريبات الدرس التاني من الواحدة الرابعة اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب واي حاجة برضو انتم محتاجينها اكتبوها في التعليقات وان شاء الله الفيديو الجاي نشرح الدرس التالت من الواحدة الرابعة اتمنى بقى لو استفدتوا تعملونا لايك للفيديو وقابلكم ان شاء الله على خير في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته